هناك ارتفاع تشهده محافظة الذقار في سعر صرف الدولار وبالتحديث في هذه اللحظة بلغ سعر صرف الدولار هو 156 ألف دينار مقابل 157 يعني هذا ارتفاع كبير تشهده المحافظة اليوم ومختلف محافظات العراق رافق هذا الارتفاع أيضا ارتفاع بأسعار المواد الغذائية بلغ سعر الزيت ما يقارب 4 ألف دينار ومادة الطحين إلى أكثر من 70 ألف دينار وكذلك مادة البيض هي بلغت ما يقارب من 7 ألف إلى 8 ألف دينار نشوف عدد من المواطنين السلام عليكم عليكم السلام حبيبي شون شفت اليوم ارتفاع الدولار ارتفاع أسعار المواد الغذائية طبعا الحقيقة أسعار الدولار بارتفاع متزايد طبعا بحكومة الكاظم والحكومة السودانية هذا أسعار الدولار هو يأثر على المواطن بصورة مباشرة اليوم شاهد ارتفاع بالأسعار المواد الغذائية اليوم عندنا بطل الزيت السكر التمن هذا كله يأثر على المواطن يعني لم يكن حلول اليوم البطاقة التومنية هي الشيء الوحيد اللي شوية ترفع من كاهل المواطن اليوم نطالب بأسواق مركزية نطالب بمنح فورية للمواطنين ونطالب برجان مراقبة على الأسواق وعلى المجمعات حتى يكون هناك الخفاظ بالتسعيرة السلام عليكم السلام بالنسبة للارتفاع الدولار جاي يأذي المواطنين جاي يأذي الأسعار مع السوق يعني حتى أصحاب المحلات التجارية من جاي يشتري مثلاً اشترت طبقة البيض على السعر القديم على 150 وهسي صعد لـ 155 دولار راح يضره لأن الشراء والبيع بالنسبة للمجمعات التجارية كلها بسعر الدولار ما يشترون بالعراقي لأن هي المواد الغذائية تنباع أصلاً سعر الدولار فمناشدين رأس الوزراء حاولوا تشوفون حل لأن الناس بعد ما راح تقدر راح تنتفط اليوم الناس ليه مقبل على تظاهرات؟ ممكن أن تقبل على تظاهرات ممكن بالناس ليه بس على مستوى العراق لأن هذا الشيء أصبح لا يطاق نعم زملائي في الستوديو هذا يعني مجمل يعني ارتفاع أسعار صرف الدولار وكلام المواطنين في محافظة ذيقار